هل اعتبرتم ان بيئة تصفية شركة الحديد والصلب المملوكة للدولة ممكن تؤثر على المنافسة ولا لا؟ في الوقت الحالي مش شايفين انها تؤثر على المنافسة لانها مالهاش حصة سوقية كبيرة في السوق قبل كده ولكن ده طبيعي بيحصل ان فيه شركات بتطلع وشركات تانية بتدخل طالما الاطار العام او مناخ المنافسة موجودة هو ده المهم بالنسبة لها برضو بعض مصانع الدرفالة الحديد اشتاكت من فرض رسوم على واردات خام البلد هل ده برضو بيأثر على المنافسة؟ طبعا وهنا فيه لازم نفرق بين ما يصام بالسياسة الصناعية واندسترية البوليسي وسياسة المنافسة طبعا السياستين بتتكامل ولكن بيبقى لدى الدولة رؤية اذا كان هناك على سبيل نوع من الاغراق او شيء من هذا القبيل هنا الدولة بتتدخل لحماية المصنعين المحليين وهنا طبعا بنشوف ان بيبقى فيه ضرر على المنافسة لان بنقفل المنافسة اللي جاي لنا من الخارج او من الاستيرات بس هنا فيه سياسة صناعية انها عايزة تحمي الصناعة المحلية هنا بقى فيه تضارب ما بين هدفك وبين هدف الصناعة في مصر؟ لا بالعكس ان احنا هنا بيبقى دور تكاملي اكتر لانها النهاردة ما بقفلش المدة طويلة جدا ممكن تؤدي الى خلق تشوهات في السوق هو ده الهدف بتاعنا ان هي طالما هي لفترة معينة معروف فيها دي بيحصل اعادة دراسة لهذا الموقف وبالتالي ما بيأسطرش على المنافسة في الوقت القصير سوق الاسمنت برضو فيه تشوهات كبيرة ومشاكل كبيرة هل جدت لكو شكاوى من سوق الاسمنت؟ سوق الاسمنت الاسواق اللي احنا دايما بنحطها عليها وبتبقى دايما فيه مراقبة اسواق عليها عشان نتأكد ان دايما يكون فيه منافسة فيه زي ما بيقولوا لان كان عندنا تاريخا من اول قضايا اللي فحصها الجاز واصدر فيها قرارات الاتفاقات الافقية كان الاسمنت وبالتالي هو من القطاعات الهمة اللي بيبص عليها الجاز دايما